تطور الإنسان الجزء الخامس وحنكمل مع بعض إقرارات العلماء بتزوير صور المراحل الوصيلة العلماء بيكرروا ويقولوا لحضراتكم مبتير جدا وبشبه إجماع من أكبر علماء متخصصين في هذا المجال بيقولوا لحضراتكم لما تروحوا المتاحف والتمثيل اللي انتو بتشوفوها والصور اللي بتشوفوها في المراجع والمجلات العلمية دي مزورة الصور اللي بيشوفوها أولادكم ويتخدعوا ويصدقوا التطور في كتب التعليم العلماء بيقولوا لكم دي صور مزورة ما قدرش أقول أوضح من التعبيرات اللي قالوها فهكمل اللي أنا قلت المرة اللي فاتت فاتكلمت من المرة اللي فاتت على إزاي العلماء بيقروا أن اللي بيتقدم من صور وتمثيل لمراحل وسيطة لما هو يزعم بإدعاء مراحل تطور الإنسان هو خداع وزي ما قلنا قبل كده العلماء قالوا لكم أصلاً مفيش مراحل وسيطة عندنا مجموعة أجناس متميزة والإنسان مفيش منهم كل اللي بيحاولوا يدعوه أن دولة فروع في شجرة طب فين الجد المشترك ما عندناش طب فين مراحل التطور لكل فرع منهم ما عندناش الكائنات الغير مميزة في سبيلها للتمايز ما عندناش طب بتدعوه تطور إيه؟ عشان بالتخمين وعشان لقينا ما بين دولة الأجناس المميزة دي ما نظنوا بعض التشارك بس الأجناس دي بعضها حي وبعضها القراط لكن كمان اللي بشبس الأعلماء قالوا لكم مفيش مراحل وسيطة وصدعتكم بكم ضخم من المحاضرات في القسم السادس وكمان في القسم السابع أنه بيقولوا لكم بوضوح مفيش مراحل وسيطة اللي بيتقدم لكم ده أجناس مميزة ملهاش مفيش ما بينها وما بين الآخرين ما يربط هو لجد مشترك وكمان اللي بيتقدم لكم في المتاحف وجبت لكم الصور اللي موجودة في المتحف الأمريكي للتاريخي الطبيعي في نيويورك وغيره بيقولوا لكم ده أكشوالي ده جاست جسج ده تخمين فأنت ما تقدرش من عظمة أو جمجمة غير مكتملة أو مكتملة تقدر تحدد شكل الأنسجة الرخوية ولا حتى الهيكل ما تقدرش تحدد شكل الشفايف إيه ما تقدرش تحدد شكل الأزن إيه الأنف شكله إيه الحواجب شكلها إيه العين شكلها إيه وغيره ده مجموعة عظام متحجرة قدامك كل اللي بيتحط لك في الصور والمتاحف ده تضليل خداع تخمينات لو حنحسن اللفظ هم بيخلوا رسامين وفنانين يعملوهن من الأشكال اللي هم من يتخيلوها اللي يتمنوا ان هم من يلقوها مش اللي هم من اكتشفوه أصلا وزي ما قلت لحضراتكم وعلماء أقروا لكم بهذا الكلام من نفس الجمجمة تقدر تعمل شكلها النهائي كما لو كان قرد أو مرحلة وسيطة نصها إرد ونصها إنسان أو إنسان زاكي جدا من نفس الجمجمة انت بس هتصورها ازاي بيعملوا طب ده ليه زي ما قالوا لكم العلماء أيضا في الجزء السابق بحسا عن الشهرة وقدمت بعض أقوال العلماء وأضيف إليكم آخرين في هذا الملف يقول لنا البروفيسور إيرنست حوتن الشهير من جامعة كامبرج وأيضا يعمل زائر في جامعة هارفرد والحاصل على العديد من الجوائز منها من جامعة أكسفورد أيضا بل أشرف على رسائل دكتوراه لكتير من العلماء المعاصرين يعني كتير من الموجودين اللي بيتكلموا حاليا دول أصلا تلاميذه وهو من مؤيد التطور ده مش بتعمل دارس أحد ورغم كده في كتابه الشهير جدا Up From Ape ارتفع من القرد بيتساءل من فين بتيجي الصور والأجزاء اللي بيعملوا منها وجه المراحل الوسيطة الراجل قاعد في كتابه جزء بيكتب فيه هو بيجيبوا الصور دي منين الصور اللي بيحطوها كما لو كان الكائن قدامك نص إنسان نص إرد لأن العظام اللي تكتشف دي انت بتقدرش تعرف منها شكل الأنسج اللي كانت عليها إيه انت بتقدرش تعرف ان كانت شفته غليزة ولا شفته صغيرة ولا الأنف كأنف قرد ولا أنف إنسان ولا غيره ولا نسبة الشعر اللي عليه ولا منظر عينه كان شكلها عين إنسان ولا عين إرد أنت ما تقدرش تعرف كلام ده من حفرية من عظمة أو من غيره فأنت من نفس الجمجمة جمجمة الشمبانزي أنت تقدر تخليها شمبانزي وتقدر تخليها تشبه مرحلة وسيط أو إنسان في اليسوف عشان كده كان بينصح الناس ما تسقوش على الإطلاق بلي يتقدم لكم كأشكال في المتاحف والكتب والمجلات وقادي نص كلامه قدام حضراتكم للي يحب يرجع له وقادي المرجع في كتابه الشهير up from the ape صفحة 332 عشان تعرفوا إزاي ولادكم بيتغسل مخهم في المدارس وكتب التعليم وكمان لما يخدوهم المتاحف بيتغسل مخهم بإيه بحاجات علمية للأسف لا بخداع فلي بيتقدم خيال فقط ده مش علم على الإطلاق ده خداع من عظام متحجرة بيرسموا لحضراتكم شكل آه واو دول اكتشفوا مرحلة بسيطة مرحلة وسيطة نص إنسان نص إرد ده خدعة ده عمره متلقة حاضر أستاذة نريمان أنا آسف معلش أنا كنت مستعجل فآسف ما اخطأت وحضرتك دايما بتصححيني زي الأسبوع اللي فات واللي قبله فأشكر حضرتك حاضر هلاحظ المرة الجاية أشكر حضرتك جدا ده اللي بيرسموه لحضراتكم إنسان نص إنسان ونص إرد وده مش صحيح مش ده اللي لقوه بل حتى شكل العينين وده أمر مهم يا ريت حضراتكم تنتبهوا إليه اللي يتقدم لكم نص إرد بعينين بشرية عشان تبتدي تفكر آه ده بتادي يبقى عنده نسبة الزكاء ترتفع عشان تقتنع أنه هو مرحلة وسيطة بيتطور لإنسان فشكل العينين مختلف تماما ما بين القردة والإنسان ده عينين القردة شكلها عيون حيوانية لا يوجد فيها أي حاجة من اللي بتتخيلوها وده العينين البشرية اللي بتعبر عن الشخصية فعين أجناس القردة المتشابهة ما بين جني مسودة وما فيهاش أي بياض بنفس نسبة وطريقة البشر وأحيانا أسود على أحمر بالنفس اللي قدام حضراتكم فيه فرق كبير لما تشوف عين إرد ما بين عين إنسان انت فيه لغة في البشر في الاي كونتكت بتفهمها عيون القردة ده زيها زي عيون أي حيوان عيون حيوانية كويس عيون البشر بتشوف فيها الإدراك الإنساني والوعي والعقل لكن للأسف كتير بيخدعوا ويضللوكم وإيد تطور البسطاء بوضع إن هم من يحط عيون بشرية على صور المراحل الوسيطة فمثال للتوضيح لما تجيب إرد تحط عليه عيون بشرية شوف شكله يتغير الصورة اللي أعلى صورة قردة عادية شمبانزي وغريلة لما تحط عليهم عيون عيون بشكل العيون البشرية تحس كما لو كان بقي أسكى وده خدعة فاهمين يا أقصو ده أقول إيه فللأسف مؤيد التطور لما يعملو لكم الصور التضليلية عشان يخدعوا القارئ البسيط بإن ده مرحلة وسيطة مش قردة يشكلها لكم بهذا التضليل كما لو كان خلاص ده بتزداد في الزكاء والتطور من نظرة العينين بالأحاسيس ولغة العيون رغم أنها لا تمتلكها هو بيخدع بده بدون ما اللي بيشوف الصورة يدرك وبيتخدع بيها وبدون ما يقولونه ده صراحة لكن بيسيبوا الصورة تديله هذا الإحساس أسترالوبيسيكس اللي معروف أن هو تيبيكال شامبانزي شامبانزي القزم يرسمه لكم بعين بشر كما لو كان بيتأمل فتشوفوا تقول آه ده برحلة وسيطة فعلا بيتطور في الزكاء صورة لوسي المعروفة هي تطابق الشامبانزي القزم يرسمها لكم بعين بشر كما لو كان فعلا اهو ابتدى يفكر ابتدى يتطور تخدع بهذه الطريقة فانتبهوا للخداع ده ويريت يريد تنبهوا على أولادكم فكل اللي بيتقدم لهم من تمثيل من صور لمراحل وسيطة في المتاحف وكتب التعليم والمجلات العلمية ده خداع زي ما قالولكم العلماء بوضوح اكمل ايضا في اقرارات اكتر للعلماء بهذا الامر يقول لنا نيرسبرغ فيقول العظام لا تقول شيئا علم الأجزاء الرخوية الأنف الشفايف الأزن يكمل ويقول ايه الرسامين يجب ان ايه عندهم أدلة علمية لا ان يختلقوا بيختلقوها من عندهم كيان ما بين قرد وإنسان بل يكمل الراجل ده ويقول لكم كارسة يقول اللي لقى حفرية فيجيب رسام يرسمها له كلما قالوا لهم ان العينة أقدم كلما جعلوها تشبه القردة أكتر يا سلام على العلم شايفين ده اللي بيعملوه هذه نص كلامه قدام حضراتكم وده تنشر في ساينس دايجست فهو يوصف ان محدش يقدر يحدد شكل العين ولا الأنف ولا الشفايف ولا الأزن ولا اللون ولا ملمس الجلد ولا لونه أو كسافة الشعر وتوزيعه ولا نسب الدهون الخاصة بكل جنس بل هم بيجيبوا فنانين يصوروا لهم صور مراحل الوسيطة بالطريقة التخيلية الموضلة اللي هم من عايزينها ونفس العينة نفس حطة العظمة لو قالوا لهم العظمة دي احنا متخيلين ان هي من ثلاثة وشوية مليون سنة يعني أقدم يخلوها تشبه القردة أكتر لا لا لو قالوا لهم لأنها أقل من اثنين مليون سنة يخلوها تشبه الإنسان أكتر نفس العينة نفس العظمة كل ده عشان يخدعوا الناس بالتطور ده علم أم خداع ده عقيدة بيثبتوها بالتضليل أم علم حقيقي يعتمد على الأدلة انت لليك ان انت تحكم بل أيضا ايرنست هوبن يقول لكم يجب على علماء الحفريات والإنسانيات أن لا يفعلوا هذا لأنه تضليل فيقول لي يوجد أي تبرير ما فيش تبرير اللي انت بتعملوه ده لأي عالم حفريات أن يعيد تشكيل هيكل بأكمله لنوع غير معروف من حفريات الإنسان فقط من جزء صغير من سقف جمجمة أو سن أو اتنين يرسمو لكم مرحلة وسيطة زي الفل ويحط للك اسم علمي لتيني جنبها معقد فتتخلع وهو في الآخر هي سن واحد ولا حتة عظمة صغيرة لقيها وخلاص على كده قد يكون جزء من فك يكمل ويقول الاستنتاجات المتعلقة بالأجزاء المفقودة هو غير ثابتة جدا يعني كل يوم بيغيروا كلامه إلا لو هيكل آخر أكثر اكتمال لفرض آخر من نفس النوع يكون متاح ليؤيد إعادة التركيب فبالفعل كلامه صحيح مفيش مبرر علمي لفعل هذا التزوير لكن للأسف علماء التطور الأهم حاجة الصيحات يقوموا به ليه؟ لأنه يثبت عقيدتهم للحديثة التطورية ويحقق لهم الشهرة اللي هم من عايزين رغم أن ده غير علمي بالخداع عشان كده بيتغير باستمرار أيضا يقول لا تضع إيمانك في إعادة تركيب الهياكل 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 اللي انت بتشوفها دي كمان ما تصدقهاش ده مش بس الشكل الخارجي ده حتى إعادة تركيب الهيكل يخله لك واقف منحني زي الأرض ولا رجبتين متنيين زي الأرض ولا الأشكال دي كلها حتى إعادة التركيب ده خدعة فالهيكل الخارجي الصورة اللي انت بتشوفها والتمثال اللي بتشوفه وشكل الهيكل ما تصدقهوش لأن بعض مضلات الأناتومية للحفريات بإعادة تركيب حفرية الجمجمة عن طريق إعادة بناء الأنسجة الغضة للرأس والوجه عن طريق هيكل جمجمة وبالتالي هذا ينتج تمثال نصفي ويزعم أنه يمثل مظهر الإنسان الأحفوري في الحياة يوريك كما لو كان أهو أدوبك كان اتطور من إرد حاجة بسيطة وفي طريقه يبقى إنسان رغم أنه مع ذلك كما نتذكر أن القطع الصغيرة معظم الحفريات اللي اكتشفوها في الموضوعات دي حالتهم لمعظم الجماجم دائماً الأوجه غالبة غائبة أغلب الحفريات دي أصلاً ما فيهاش وش بلاو حتة من عظمة جمجمة يعملو لك الشكل بالكامل ويتخيلو حجم المخو ويتخيلو شكله إيه والكلام ده كله رغم أن أكشل الوجه نفسه كل العظم بتاعه غائب يكمل ويقول عشان ما يبقاش لفظ تضليل بأنا اللفظ اللي بقوله يكمل ويقول إعادة التركيبات المزعومة للأجناس القديمة لها قيمة علمية ضئيلة جداً هي علمياً لا ملهاش قيمة إن وجدت هي أصلاً ملهاش قيمة علمية لكن ركزوا في التعبير اللي بيقولوا طب ليه بيعملوا كده يجاوب ويقولك هي من المرجح فقط لكي تضلل الجمهور أبا واو بيعملوا كده عشان يضللوا الجمهور آه بيقولها لك نصاً آه دي نص كلامه قدام حضراتكم وبيقولك بيعملوا كده ليه بدون ما يعلنوها only to mislead the public آه دي أرنست هول من Up from the Apes صفحة 329 بيعملوا ده بس علشان يضللوا الناس متخيلين عالم في مثل مكانته ده يقول لكم اللي بيعملوه في أشهر متاحة في العالم والمراجع وكتب التعليم والمجلات العلمية غرضوا الوحيد ده ليس علمي بالمرة لكن غرضوا الوحيد تضليل الجمهور عشان يصدقوا التطور يضللوهم يخدعوا الناس عشان يصدقوا التطور أنه هو حصل رغم أنه ما فيش أي دليل علمي عليه ما يفعلوه ليس علم هل لسه بعد كده حده يستمر يصدق خدعة ادعاء تطور الإنسان أيضا يعترف لنا آخر وهو جيمس كينج يقول أن التخيل يحل بدل الحقيقة في صور المراحل الوسيطة فيقول لنا التالي الأنسجة والشعر في هذه التركيبات يجب أن تكون تم تشكلها عن طريق الرجوع للأدلة العلمية لا عن طريق الرجوع للخيال لون الجلد ولون وشكل وتوزيع الشعر وهيئة الملامح ومعالم الوجه من كل هذا نحن لا نعرف عنها شيء ألبتة من إنسان مقابل التاريخ كل اللي بتشوفوه ده خيال وخداع وتضليل لأنه كله ليس عليه أي دليل علمي بل العكس متخيلين بيقرر لكم كل ده خيال خداع علميا مستحيل إن يكونوا عارفين أصلا شيء ده أصلا الحفريات دي مش مكتمرة وكل اللي بيملع كتب التطور والمتاحف والكلام ده كله خيال وتضليل إيه رأيكم أيضا بحث وضح هذا الأمر واتنشر فيه Science Digest يقول لك إن التخيل يحل محل الأدلة فيقول لك التالي الغالبية العظمة من الفنانين يعتمدوا على الخيال كلهم بيقول لكم نفس التعبير من الأدلة طب يعملوا كده ليه؟ عادي فنان يجبوه يدفعوله فيقول هم يتم الدفع لهم يدفعولهم شوية فلوس يعملونهم اللي هم من عايزين لينتجوا الشيء نصف إنسان نصف ربط يعني العالم الفلاني ولا الهيئة العلمية الفلانية ولا المتحف الفلاني يجيب فنان يقول له بصا عايزك تعمل لي تمثال نصف إنسان نصف ربط يعمله عشان هيطقب هيقبط ويمشي إيه رأيكم؟ آدي المرجع برضو اللي يحب يرجع يعني بالفلوس يعملوا لهم أشكال توحي بالتطور كل ده خداع فلي بيقدم لكم الكلام ده اللي انتو بتشوفوه في المتاحف والصور مش علماء بل فنانين أبضوا أبضوا فلوس عشان يرسموا كائن نصف إنسان نصف إرد عشان يضل العالم العامة ويخدحهم بالتطور على سبيل المثال مثلا ميل أونلاين لما تعرض لكم هذه الصورة لإدعاء مرحلة وسيطة وتقولك ابتسامة مرحلة وسيطة من الثين مليون سنة طبعا الإنسان البسيط يقرأ كلام ده يقول آه خلاص ده حقيقة وهو ولا حقيقة ولا حاجة ويرسمو لكم الشكل ده وتشوفي الشكل ده آه ده مرحلة وسيطة أبص فعلا نصف إنسان نصف إرد وبص العينين وبص الشعر وبص الأنف والفم ده خلاص ده فعلا بيتحول من أنف إنسان لأنف إرد ومن فم إنسان لفم آسف من أنف إرد لأنف إنسان ومن فم إرد لفرم إنسان وقادي الأزان وقادي العينين وكل ده خداع في خداع إيه رأيكم كل ده طبعا الإنسان البسيط ما يعرفش عنه حاجة يبص على العنوان ويبص على الصورة وخلاص صدق التطور جابوا من فين الشعر والجلد والعينين والشفايف والأنف والأزن هو مش هيدقق في كلام ده لأنه هو مش متخصص ويضل فعلا زي ما قال دكتور هاطن ويظن بالفعل أن العلماء لقيوا مرحلة بسيط ويصدق تطور الإنسان وقدامه واضح هو كائن مرسوم في مجلة علمية محترمة بعالم واخد PHD محطوب اسمه وقدامه كائن نص إنسان نص إرد رغم نقول ده خداع وتضليل البساطاء بإقرار أكبر العلماء أو زي ما عرضت لكم الويكبيديا هومو هابلس يرسموا أسترالوبيسيكس اللي هو إرد أقرب للإنسان وهومو هابلس برضو يعملوه بفي ملامح من القردة أو هومو إريكتس في متحف ألمانيا اللي صورت دي قدام حضراتكم بالتمثال اللي معروض هناك المهم دايما يحسسوك أنه هو نص إنسان نص إرد ولا اللي موجود في شيكاغو فيلد ميوزيوم أو ميشيغان ستيت يونيفوريسي ميوزيوم زي ما قدم لكم العلماء وشرحوا لكم كل دا تضليل جه من الخيال عشان يضلله البسطة لأن من العزام المتبقية أنت أصلا ما تعرفش شكل الأنسجة إيه ولا تعرف شكله النهائي إيه ولا تعرف سكان شفته إرد ولا بشر ولا العين إرد ولا بشر ولا الأزن ولا الأنف قرد ولا بشر في سنة 2000 مجلة ناشونال جيوغرافك أقامت مساقة لتعيين رسامين لرسم مراحل وسيطة لتطور الإنسان والمسابقة دية نجح فيها أربع رسام عملولهم من قطع عزام صغيرة وجزء من فاك رسمولهم الصورة الجميلة التالية ده العزام اللي كانت موجودة إيه الصورة للكائن اللي تقدم الصور اللي قدام حضراتكم ومسابقة علمية والفنانين تقدم فيها واللي ينجحوا كله دول عشان يقدموا الخداع اللي قدام حضراتكم وده ناشونال جيوغرافك إيه رأيكم إيه رأيكم هل يتخيل إنسان بسيط اللي كل اللي بتقدمه في المتاحف والمراجع والمجلات العلمية وكتب التدريس خداع رسامين كل الموضوع أبضوا علشان يرسموا لهم الكلام ده زي ما الطلب منهم ده أكشل اللي بيقروا بيه لحضراتكم في المراجع قدامكم بل الكرسى مش وصلوا بس يرسموا شكل مرحلة وسيطة كاملة من عظمة صغيرة ولا من غيره ده كمان بيرسموا لكم مراحل وسيطة من أثر خطوات أقدام يعني على سبيل المثال أصار خطوات القديمة المشهيرة اللي هي لايطولي فودبرينت لقيوا ودي حنتكلم عليها بعدين ودي كرسى من الكوارس الضخمة اللي بيحاولوا بأي شكل يتنع عنق الحقيقة ويحاولوها كدليل على التطور وهي دليل واضح على خطأ إدعاء تطور الإنسان عندنا أصار خطوات بشر طبيعيين من لايطولي لبشر عاديين أقدم من لوسي في طبقة أقدم من لوسي فيرسمو لكم من أصار خطوات بشر مرحلة وسيطة لكائن نص إنسان نص إرد اللي كانت لسه لوسي شكلها زي القرد الشمبانزي الشمبانزي القز إيه رأيكم أن العلماء دولة أنا يعني حخلع القبعة عليهم من ابتكاراتهم العلمية دولة مخرجين أفلام الخيال العلمي من أصار خطوات بشر عملتلي سورة مرحلة وسيطة حطتها في المتاحف واو ده أنت فقط المخرجين بتعود أفلام الخيال العلمي ليه رأيكم ليه يفترض أن ملامح الواجه والإيدين نص إنسان نص إرد والجلد والشعر والأنف والفم والعينين كله نص إنسان نص إرد من أصار أقدام بشر طبيعية في طبقة حسب الدعاء فرضية أعمار الطبقات من 3.5 مليون قبل لوسي بربع مليون ليه لما يكتشفوا أصار أقدام إنسان واضحة تماماً يحطوا معاها صورة لكاء النص إنسان نص إرد كل ده عشان يخدعوا البساطاء بالمراحل الوسيطة مصدقين لسه حتى الآن التطور لو كان عندهم دليل حقيقي كان يحتاجوا يرتجهوا لكل التزوير ده كل الرسم الخادع ده عشان هم في الحقيقة ما عندهمش مراحل وسيطة حقيقية فيرسموا لكم الأشكال اللي تخدع دي وتفكروا ده علم رغم أنه هو علمياً كل الكلام ده خطأ بل تضليل بل اعترف دونالد جوهانسون مكتشف هيكل لوسي نفسه إنه لا أحد يعرف بالحقيقة شكل الإنسان القديم هذه نص كلامه قدام حضراتكم أو زي ما قال كورتين في نيو ساينتست لا يوجد أدلة من الحفريات ولأنه لا يوجد أدلة فكل اللي بتشوفوه خيالات كله ريلم أوف فانتزي إيه رأيكم فأرجو لما تشوفوا صورة مرحلة وسيطة ولا تروح المتحف انت وابنك ويشوف تمثال مرحلة وسيطة ولا يروح المدرسة ويعلموك كلام ده ولا يشوف ديسكافوري نيو شانل ولا مجلة ساينس ولا الكلام ده لازم محتاج الطفل الطالب يعرف ان كل ده كدب واخدع بإقرار العلماء نفسهم وإيه هدف التضليل اللي بيتعمل بس عشان يقنع الناس بالتطور لأنه مفيش دليل حقيقة عليه فبيلجأوا للكلام ده فلا زالت مشكلة الحلقات المفقودة اللي ملهاش أي وجود مؤرقة ليهم حتى الآن عشان كده بيلجأوا لكل هذا الخداع فقدم لكم دليل حديث من مجلة نيو ساينتست في عدد ابريل في 2014 بتتكلم ان هما لغاية دلوقتي بيعملوا كل الفرضيات دية في الدعاء تطور الإنسان ليه؟ عشان ما عندهمش أكشوالي الحلقات الوسيطة اللي تثبت تطور الإنسان هذه مجلة صورة صفحة مجلة نيو ساينتست في عبريل 2014 اللي قالت لحضراتكم الكلام مش عايز أطور رغم الحقيقة فعلا عندي المئات من العلماء في العصر الحديث تكلموا على هذا الأمر ويشتكوا من عدم وجود الحلقات المفقودة لإدعاء تطور الإنسان اللي كان لو فعلا حصل إن الإنسان قطب التطور كانت لازم تبقى موجود ليه؟ زي ما قلت عندنا ألاف الحفريات للقرد الطبيعية بأجناسها المميزة وألاف الحفريات للإنسان وما فيش في النص ليه ما فيش في النص؟ عندنا مجموعة كائنات انضفرت برضو أجناس مميزة لو في مراحل وسيطة كل مرحلة وسيطة منهم هي اللي سادت كن لازم لكل مرحلة وسيطة من المئات دولة برضو لإلها بنفس النسبة ألاف الحفريات ما فيش وحدة ما فيش وحدة لأي حلقة منهم وما فيش أي حلقة منهم أصلا وما يكتشف من قطع عزمية صغيرة لأجناس القردة سواء الحية أو المندثرة اللي بيحاول يعملوها مراحل وسيطة دي مش مراحل وسيطة دي الأجناس قردة انقرضت فقط وما يرسم من أشكال وتمثيل تضليل فما أكتشف هو واضح أن عندنا كان تنوع في أجناس القردة القديمة كان كتيرة وكتير منهم اندثر وعندنا أيضا بشر طبيعيين زي الاختلاف اللي موجود حاليا لكن أيضا بشر طبيعيين وبعض الأجناس برضو تم القضاء عليها وللأسف الكثير الكثير من اللي بيتقدم عارفين بيكون ايه هو عبارة عن بيدخلوا عزام بشر على عزام قردة في هيكل واحد عشان يخدعوكم ويقولو لكم ده مرحلة وسيطة ده اللي بيعملوه فيدخلو لكم عزام قردة على عزام بشر يحط لك فك إرد على جمجمة بشر أو العكس جزء من جمجمة إرد على فك بشر عشان يخلقو لكم مرحلة وسيطة ولا يكتفوا بهذا بل يصوروها كأشكال كائنات مراحل وسيطة رغم أن الإنسان مميز وكل أجناس القردة مميزة وبما فيها من أجناس قردة إن قردت ولا يوجد لهم أي جدود ولا أي كائنات غير مميزة في طريقها للتمايز ولا أي مراحل وسيطة ما بينهم وما يقال من الدعاء مراحل وسيطة خيال وتضليل وليس علم حقيقي لا يعتمد على الحفريات بل الخيالات العلمية لأجزاء صغيرة يعملوا منها تمسال يلاقوا درس يعملوا منه تمسال يلاقوا جزء صغير من جمجمة يعملوا منه حلقة وسيطة وصور تتنشر وأشكال ما بين إنسان وإرد مزورة عشان يقنعوا العامة بالتطور رغم من العلم الحقيقي ضد الكلام ده كله وطالما العلم الحقيقي توضح أنه مفيش المراحل الوسيطة ووضح أن الإنسان جنس مميز جدا عن أجناس القردة بكده يكون الإنسان ما جايش بالتطور علميا بل أتى فعلا بالتصميم والخلق وده ما يشهد له العلم الصحيح وطبعا بالإضافة اللي اتكلمت عليه في الأجزاء قبل كده من التميز الكائنات وما يستحال التطور الدي وهكذا وبرضو هنتكلم شوية في الجزء ده إن شاء ربنا ودبر ربنا يبارك حضراتكم أتوقف عنه